يوم بحجم الرسالة التي يحملها والمكانة التي ينبغي أن يحظى بها إنه يوم معلم صاحب الدور الكبير والمحوري في بناء المجتمع جدير به أن يخصص له يوم يحتفل به ويكرم على مجهوداته وتضحياته الجمة التي تسهم في رقي المجتمع وازدهاره ونظراً لضخامة الدور الذي يقوم به المعلم وعظم المسؤولية الملقاة على عاتقه في إعداد أجيال المستقبل فإن الأمر يتطلب اهتماماً من جميع مؤسسات الدولة لتسهيل هذه المهمة وتطويرها والدفع بها إلى الأمام لكن وقع العراق اليوم يشي بعكس ذلك تماماً فحوادث التجاوز على المعلمين تعددت وتنوعت وصارت تنتشر انتشار النار في الهشيم وتميط اللثام عن فصول من المعاناة والانتهاكات التي ما عادت تتخفى في مؤشر على غياب الوعي وفقدان القانون الرادع حتى انتقل العنف إلى داخل المدارس بدرجات مختلفة لم يعد مربو الأجيال ليحظون بتلك المكانة المرموقة التي حظي بها من سبقهم لتضيف هذه الفوضى مشكلة جديدة إلى مشاكل العملية التربوية التي تعيش واقعاً مزرياً لا يقتصر على تخلف المناهج ونقصان الأبنية المدرسية وعمليات الغش والتزوير والتسرب من المدارس بل يتعداه إلى غياب مفهوم التربية الذي يشكل دعامة أساسية في العملية التعليمية وفقدان القيم الأخلاقية التي ينبغي أن يشكل المعلم ركيزتها الأساسية عيد المعلم يأتي ولا يزال المئات من المعلمين يعيشون في مخيمات النزوح أسوة بغيرهم من شرائح المجتمع وآخرون ينتظرون تحويل عقودهم إلى تعيين دائم عيد المعلم يمر ولا تزال الكثير من المدارس تعاني من نقصان الكوادر التعليمية بينما تعيش أخرى تخمة تؤشر على الفساد والابتزاز والمحسوبية التي تعصف بالعملية التربوية قم للمعلم وفيه التبجيلة قالها أمير الشعراء أحمد شوقي ربما لأنه لم يتوقع أن زمنا سيأتي لا يقوم فيه أحد للمعلم ولا يحظى بشيء من التبجيل واقع يعيشه المعلم العراقي في غياب واضح للدول المؤسسي في تشريع القوانين لحمايته والذود عن رسالته اشتركوا في القناة